قسم المقسم وأشعل حدة الخلافات الداخلية إنه مؤتمر حركة نداء تونس الذي رفع شعار الإصلاح والالتزام عكس الشعار تماما ما حدث في الواقع فالحزب أصبح بقيادتين الأولى برئاسة سفيان طبال والثانية بقيادة نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي ليفتح بذلك الأبواب أمام تراجع الحزب بالمشهد السياسي مع هذا الانقسام سيزيد في خسارة أصواته في الانتخابات القادمة ومن المتوقع أن تكون حصيلة الانتخابات النيابية القادمة ستكون حصيلة ضعيفة جدا وهذا يؤشر على أن الحزب لن يتواصل في المستقبل وسيبقى مجرد اسم فقط تغيرت التوازنات السياسية بالبلاد فحركت نداء تونس التي كانت تستحوذ على الأغلبية في البرلمان تراجعت للمرتبة الثالثة وبقيت النهضة المنافس الأكبر للنداء في المرتبة الأولى وكل هذه التغيرات على وقع تأسيس وإتمام انتخاب قيادة حزب رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ويسعى حزب الأخير لاكتساح الساحة السياسية في وقت يرى فيه مراقبون أنه النسخة الثانية من النداء هو تركيبة من قيادات في نداء تونس وقيادات في حزب المشروع إلى جانب قيادات في أفاق تونس وكلها تقريبا هي عناصر الأزمات داخل هذه الأحزاب اجتمعت اليوم في طحية تونس لذلك رأينا أن الخلافات داخل هذا الحزب بدأت منذ مرحلة التأسيس وتستعد الأحزاب التونسية للانتخابات البرلمانية والرئاسية أواخر العام الجاري في وقت تزداد فيه التحركات لتحالفات سياسية مرتقبة بين أحزاب تقدمية ووسطية وحدثية استعدادا لخوض غمار السباق الانتخابية ما بين أزمة عميقة تعاني منها حركة نداء تونس التي أسسها الرئيس الباجي قاد السبسي وبين الحزب الجديد التابع لرئيس الوزراء يوسف الشاهد تبقى كل الاحتمالات في المشهد السياسي التونسي واردة قبيل انتخابات عامة مرتقبة ياسر دبابش الغد تونس